السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوان، نحن نحن في هذه المنبار نحن في هذه الساعة الظيافة عن جوهاري والحاسن، نحن في وكل شكر إذا عز صحافي والإخوان الذين حضرنا معنا في هذه المجمع سنشرحه، سنحن السام، سعزيز الحديوي والإخوان الذين يجمعنا في هذه المكتب نحن كجمعيات حضرية ومسمى الملتقي التادي لم يكن لدينا الوقت المحن الذي سيكون من الأجل وكانت عقارين من المغرب سلحاج من السبب السلال الذي سيكون يعني حدث التوقيس التوقيس إن شاء الله كان يقولون ما سيحصل هو أن يعطينا التوقي بقي لا يوجد الوقت مضبط يعني على حسب الترخيص الذي سيعطيه وقاعة الذي سيكون عنده الوقت يعني هذا اللقاء أو هذا اللقاء الذي سيكون إن شاء الله وطني يعني تعطينا خلاصة حول ما هي الأسباب والمحاور التي ستكلمون بها الخلاصة هي المهنة وكانت طلبوا من الحكومة أو من سيدة الوزيرة السناء والتحمير أو من سيد رئيس الحكومة يرى هذا القطاع ويعطيه واحد الحقوق يكون قطاع مهني وهو قطاع الحكومة وهو قطاع حيوي رأينا يدخل أمواج صحيحة لأن المال الذي جاء وعندنا ودارت عينا الوزارة وعطتنا القانون 3.0.5 فعرفزنا عمل ولكن ما الذي كانت تكلمون هذا القانون يتنظم ليس لدينا واحد الحرية في السريح وفي العمال لا ندوهاش هنا بحل ما أعرفونه كينا لأننا نرى الدخل المالي لا أستطيع أن أشتركم هذه القانون لا أستطيع أن أشتركم هذه القانون مثلا نوضح الرسالة هنا مشكلة العشوائية النسلين يتربوا على المهنة وتتقفلين على المهنة هم غير مهنيين لا يوجد محالات لا يوجد مهنة 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 كل شيء يسلصر وهذا يسلصر لأن الوكيل العقاري لديه التجارية له يخلص الواجبات وهذه الناس يخدمون في القانون والدولة خسرة معهم لأنهم يهضروا على تقصيل الأموال والختلاص وعندما يتخلوا ويخصص ويعرفوا معهم ويعطيوها الوكيل العقاري هو الذي يتكلم به ويعرف لكي يسير ذلك ما يعطيوها في شخص وكان ناس يجزمون المواطنين يجمون يختلفون من العربي ويدخلوا بمشاكل غير ونحن نقول كمهنيين لكي تتنظم يكون المواطنين لديوا حق فلا يجب أن يكون مضمون ولم يذهب ورسقه ووكيد يستطيع أن يجب أن يساعد على قانون يمكن أن يجب أن يحفي ورأة الوصف يجب أن يجب أن يضمن لا يجب أن يرسقه انا من 75 من 75 أنا في هذا المهنة ما هي المشاكل التي تبدلت تقريبا كما كان الوكي العقاري من بكريو وديل دابا بفرق بكريو كنا ندوره معالي كان يجيبنا الكليان ويشدك يقول لك الله تاسمسارت حرام دابا تاسمسارت كل واحد دابا وخو مستوذيره قداش يقول لك حقي معك هو ولي كي يدير تاسمسارت لان مال يدقوا فيها جبروها راسم الرباح بلا راس المال كل اخر جزليا ويجي في اعلان الرباح بلا راس المال السيد اللي يشده يخشيه في المحل ويجي في السيد اللي تقليل لكنها نحن نحن أننا تستطيع أن تصبحة رأس المال التي يكون فيها الرباح بلا راس المال 4% الرباح يكون تسلح ستكون الرباح اهرباح والدخل وواجه الآخر ويجي في المحل ونا نشوفه مع الوزارة لنتظمت الوزارة جيد اقتائت ثم يحصل الضريبه لأن المواطنين يكون لديهم مضمون في الحقوق لذلك لا نستطيع أن نصبع العرقون اليوم فهذا هو أخرى هذا يجب أن نطلقون من الوزارة لتعديل الحقوق وننظمها على المهان أخرى لا ترى ما معي بعد المواطنين أو أرباب السحاب الملكين هم يتواصلون ويقلبون الوكال العقاري العشوائي هذا يجب أن أرخام ويقول أن هذا يجب أن أفضل معي ونشمسه ونعطي لك ما يريد لأن هذا يجب أن يشد البار الذي أعطيها لحشاف جيموره بالنسبة لجمل炮 الذي أعطيه فى الصимости كان يرغبان ربما قد يحلق الجميع لأنه لا يشد البداية هذه هي المشكلة التماعك يقضي للكداب نحن نطلبون سيدة الوزيرة أو سيدة رئيس الحكومة أو من الحكومة نحن نتشبع عن الاحتبار الهزم هنا قطاع الوكيل العقار يعطيها الحقوق و القانون يتنظم التدولة ستستفد منه لأن الشرية العقار التي يتبع لها العداد أنا نقول ربما ملايات كثيرة التي تدعي للدولة من درئي ما تشدش لأن ما يجبون من الأمارات وكلها إشهار وصناقي إشهار والبلايك في الظلقار وخدوك للبلايك والكثبات التي ترغبت أنها مرتفت على الديور أو الحيوط هل هذه قانونية ولا غير قانونية؟ هي قانونية لأن هذه الإشهار يتخلص ولكن السلطة المحلية التي تراقبها هذه الإشهار غير قانونية لا يستطيع أن يسهل فيها أما الإشهار يتخلص لأنني كانت بلا كنفولة سعيد قبل حسينة كانت خلص على الإسلامية وخمسة درام شهر ومحطي ثم تمشي الجامعة ومرت المطالة ومتل المهندس في الجامعة ودر ليها بلان في العربية في عجل قراءة وفي المدينة في المدينة لا يسهلوا فيها لا أستخدام السلطة قد إصباح وشياء دعوال السلطة. وكأن هل يحصل الى الأمر عيد. لأنه كانت الأمر تصدقه للحق. لكي نعطبهم الترخيص. وكي نعطي علامات المرأة. لديهم انتظر وقلوا. ولا يردون الناس مترخيص. وكأن الناس الذين تتمكنون موكلات وقوموا بإطلاقهم بالنسبة لي. هل تساعدتهم وحاجة لحدتنا؟ كان طلبهم من الحكومة وطلبهم سيدنا الله ينصروا يقولهم سيدنا بحول الله هو الذي يمكن انتظر فينا في القانون ووصلوا إلى النداء لكي يشوفوا هذه الحالتات وكان يقولوا سيدنا الله ينصروا والله يشافيه ويعافيه ونصر الأسرة العلوية كاملة والملكية كاملة شكرا لأسوات مرحبا مرحبا